بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس السادس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين هذه الآيات فيهما معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله في الآية الأولى يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أول نداء في المصحف الشريف أول نداء في المصحف هو هذا النداء يا أيها الناس نداء لجميع البشر المؤمنين والكفار فالمؤمنين يناديهم ليمتثلوا ويعملوا ويتنبه والكفار المعاندون يناديهم لتقوم عليهم الحجة وتبلغهم الدعوة ومن أسلم منهم واستجاب للنداء صار مع المؤمنين ومن أباء وأعرض قامت عليه الحجة لأن لا يقول يوم القيامة ما بلغني ما بلغني شيء ما بلغني حجة الله جل وعلا أقام الحجة على جميع البشر قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ وقد بلغ القرآن جميع البشر تقريبا يهيئ الله له من الوسائل ما يبلغه للبشر يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أمر بالعبادة والعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب غاية الذل كمن يحب المال ويحب زوجته ويحب أولاده ويحب قرابته حبهم محبة طبيعية ولكنه لا يذل لهم هذا ليس عبادة إنما العبادة غاية الذل مع غاية الحب كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان هذا تعريف العبادة من حيث الإجمال وأما تعريفها من حيث التفصيل فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هذه هي العبادة هذا هو التعريف الجامع لعبادة الله سبحانه وتعالى وفي ذلك معنى الحب ومعنى الذل له سبحانه والعبادة والعبادة هي حق الله جل وعلا على عباده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم الله خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى فواجب عليهم أن يعبدوه وهذا مصلحته لهم الله جل وعلا ليس بحاجة إلى عبادتهم هم المحتاجون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلا لو كفروا كلهم فإن هذا لا يضر الله شيئا ولا ينقص في ملكه سبحانه وتعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا إذن فنحن المحتاجون لعبادة الله عز وجل لأننا إذا عبدناه فإنه سبحانه وتعالى يكرمنا الدنيا والآخرة ويسعدنا ويدخلنا جنة فنسعد بالدنيا والآخرة إذن فمنفعة العبادة راجعة إلينا نحن فإن عبدناه حصلنا على كرامته سبحانه وتعالى حصلنا على السعادة الدنيا والآخرة وإذا لم نعبده فالضرر يعود علينا نحن فالعبادة حق لله جل وعلا لا يجوز أن يعبد معه غيره لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله لا لا الدعاء ولا الذبح ولا النذر ولا أي شيء من أنواع العبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كائنا من كان صرفه لنبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صرفه لولي من الأولية أو صالح من الصالحين أو لحجر أو لشجر أو غير ذلك أو لجن أو لإنس فإنه يكون مشركا بالله الشرك الأكبر ولا يقبل الله العبادة التي فيها شرك مهما عبد الإنسان ربه إذا لم يخلص العبادة إذا كان يعبد معه غيره إذا كان يدعو الله ويدعو غيره يدعو الأموات يدعو الله ويدعو الأموات والأولياء والصالحين فإن الله لا يستجيب دعاءه وعمله حابط وباطل قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العبادة حق لله بجميع أنواعها لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله عز وجل وإذا وإذا صرف من أنواع العبادة شيء لغير الله بطلت أعمال الإنسان كلها وخرج من الإسلام وصار مشركا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ما معنى أشركت يعني عبدت غير الله ولو كنت تعبد الله ما دام منك تعبد الله وتعبد معه غيره فإنه لا قبول لعملك عند الله لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فالعبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك هو الرب سبحانه والرب معناه المربي لعباده بنعمه المربي لعباده بنعمه ورزقه والمربي لهم بشريعته ووحيه المنزل والمصلح لهم وسيدهم ومالكهم فالرب له عدة معاني من معانيه المالك المالك للشيء ربه ومن معانيه السيد هو السيد سبحانه وتعالى الذي له السؤدد الكامل الذي له السؤدد الكامل على الخلق سبحانه وتعالى كلهم تحت تصرفه تحت سيادته وملكه ومن معاني الرب المربي بالنعم والمربي بالوحي والمربي للعباد اعبدوا ربك وليس هناك رب غير الله جل وعلا هو الرب الواحد جل وعلا ليس لكم رب سواه لأنه هو المنفرد بالخلق هو الذي خلقكم وغيره لم يخلق شيئا غيره لم يخلق شيئا وإنما هو مخلوق فكيف يشرك المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم ليس لكم رب سواه سبحانه وتعالى شئتم أو أبيتم هو رب الجميع اعبدوا ربكم فالعبادة لا تصلح إلا للرب سبحانه وتعالى والربوبية لا تتحقق إلا في الله جل وعلا ليس لأحد فيها شركة ثم بيّن سبحانه وتعالى بيّن أفعال هذا الرب بيّن أفعال هذا الرب التي يستحق بها العبادة وهذا من إقامة البرهان القاطع على أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا أعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي انفرد بخلقكم هل خلقكم أحد غير الله هل خلقكم أحد غير الله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا أحد يخلق مع الله ولهذا يقول سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أروني ماذا خلقوا من الأرض هؤلاء الذين يعبدون مع الله سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين أو من الجن أو من الإنس أروني ماذا خلقوا من الأرض هل الأرض بعضها مخلوق لغير الله هل أحد يدعى هذا ما يستطيع أحد يدعي أنه خلق بحرا أو خلق جبلا أو خلق أرضا ما أحد ما أحد يستطيع هذا خلق الله جل وعلا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا تحدي هذا تحدي وتعجيز للمشركين أروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل إنه تحدى المشركين فقال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا الذباب أصغر شيء وأحقر شيء عند الناس لو اجتمع الناس كلهم والجن والإنس على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا فكيف بالذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق كلهم كيف يقارن العاجز المخلوق بالخالق القادر على كل شيء سبحانه وتعالى فيدعى مع الله ويسوى بالله عز وجل الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى أو بعبارة أخرى أو ضح تقول الشرك هو عبادة غير الله عز وجل هذا هو الشرك عبادة غير الله كائنا من كان ولهذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم خلقكم أيها المخاطبون وخلق الأمم السابقة قبلكم فالخلق كلهم أولهم وآخرهم كلهم مخلوقون لله جل وعلا كلهم مخلوقون لله أولهم وآخرهم إلى أن تقوم إلى أن تقوم الساعة الدنيا والآخرة كلها خلق الله جل وعلا لا أحد خلق منهما خلق منهما شيئا أبدا إذن فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما الدليل على ما الدليل على صحة عبادته إذا كانوا لا يخلقون شيئا إذا كانوا لا يخلقون شيئا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بل الله الواحد القهار الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم إذا تأملتم هذا وعرفتم أنه لا خالق إلا الله جل وعلا وأن ما سوى الله كلهم مخلوقون ما سوى الله فهو مخلوق سواء السماوات أو الأرض أو الملائكة أو الأنبياء والرسل أو الأولياء والصالحون أو الجن أو الإنس كلهم خلق الله جل وعلا فكيف يتخذ المخلوق مع الخالق ويشرك معه في العبادة لعلكم تتقون لعلكم إذا تأملتم هذا وعرفتم أنه لا يخلق إلا الله جل وعلا ولا يرزق إلا الله لعلكم تتقون الله وتخافون الله جل وعلا فتتركون تتركون عبادة غير الله لأنها باطلة وهي وهي تضركم ولا تنفعكم فإذا تأملتم هو لو أن الإنسان يتأمل ويتفكر لترك كثيرا من تصرفاته الباطلة ولكنه يأخذ الأمور بالمغامرة أو من غير تفكير ويأخذ الأمور بالتقليد تقليد للناس والتقليد لفلان وعلان بدون تفكير وإلا لو أنه فكر تفكيرا صحيحا ونظر في هذه المعبودات من الأموات وغيرهم ماذا خلقوا هل لهم خلق هل هل بيدهم شيء من الأمر لو أن الإنسان فكر مع نفسه واستعمل عقله لتراجع عن عبادة غير الله فضلا عن إن القرآن واضح في هذا والقرآن بين في هذا يقيم الحجج والبراهيم على وجوب عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه كائنا من كان الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون الله جل وعلا تتقون النار تتقون الشرك تتقون الكفر تتقون المعاصي تتخذون وقايا بينكم عليها جعلها فراشا ممهدة ممهدة لكم مبسوطة لكم تعيشون عليها تنامون عليها تمشون عليها تستخرجون منها المنافع تستخرجون منها الزرع تستخرجون منها الماء تستخرجون منها المعادن تستخرجون منها أرزاقكم جعلها الله فراشا لكم تفترشونها تعيشون على ظهرها وتدفنون فيها وتخرجون منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة نخف هذه الأرض فكر في الأرض التي تحت قدميك فكر فيها وما فيها من العبر وما فيها من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون تأمل الإنسان تأمل عقله فكره لو أن الإنسان رأى آلة مصنوعة آلة دقيقة مصنوعة تعجب من مهارة هذا الصانع وهذا المهندس الذي استطاع أن يركب هذه المكينة وهذه الآلة وهذه الآلة بهذه الدقة لماذا يتعجب من جزعية بسيطة وينسى ما هو أهم من ذلك من مخلوقات الله ثم أيضا هذه الصناعة هذه من خلق الله سبحانه وتعالى الله هو الذي أوجد هذا هذا الصانع وهو الذي أعطاه القدرة وهو الذي دله على استخدام هذه الصنعة وأرشده إليها والله خلقكم وما تعملون الله هو الذي أقدر الإنسان على هذه المخترعات وهذه الآليات فكيف نعجب بصناعة الصناع والمخترعين ولا نعجب بخلق الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء البناء معناه السقف البناء معناه السقف فالسماء سقف الأرض وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون والسماء بناء فأنتم تعيشون فوق الأرض وتحت السماء السماء الأرض فيها لكم مصالح والسماء فيها لكم مصالح وفي السماء رزقكم إنزال المطر وفي السماء رزقكم وذلك بإنزال المطر من السحاب من الذي يسوق هذا السحاب ومن الذي يحمله الماء ومن الذي يؤمره بإنزال المطر على أرض على أرض دون أرض يمر من على أرض ولا يمطر وهو محمل بالماء وما ينزل منه ولا نقطة سبحان الله ما ينزل منه ولا نقطة واحدة وهو محمل بالماء لماذا؟ لأنه لم يؤمر هو مسير ثم يأتي على أرض أخرى ويمطر عليها بأمر الله سبحانه وتعالى هذه أدلة براهين على قدرة الخالق سبحانه والسماء بناء سقفا فيه مصالح عظيمة فيه الكواكب والشمس والقمر وفيه مخلوقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء من السماء المراد بالسماء هنا السحاب لأن السماء يطلق إطلاقين بإطلاق الأول يطلق على مرتفع فكل مرتفع فوقك فهو سماء والسحاب فوقنا فيسمى سماء كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب السحاب الذي سخره والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون السحاب وأنزل من السماء يعني من السحاب سمي سماء لارتفاعه هذا إطلاق والإطلاق الثاني يطلق السماء على السماوات المبنية سبع الطباق المبنية ولكن المراد بقوله تعالى هنا وأنزلنا وأنزلنا من السماء ماء الإطلاق الأول وهو السحاب وهو السحاب الذي يحمل الماء ويمطره على العباد بأمر الله سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ويبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فهو الذي سبحانه ينشئ السحاب ينشئ السحاب الثقال وهو الذي يسير السحاب وهو الذي يأمر السحاب بالمطر ويأمره بالإمساك الله جل وعلا هو الذي يتولى هذا الأمر هذا خلقه وهذا تدبيره سبحانه وتعالى وأنزلنا وأنزلنا من السماء ماء وهو المطر وفي الآية الأخرى وفي السماء رزقكم يعني المطر وما توعد يعني الجنة في السماء وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات هذا من العجائب ماء واحد ويخرج به أنواع من الثمرات أنواع منوعة وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وهنا يقول جل وعلا فأخرج به من الثمرات أخرج به هو الذي أخرج ولو شاء لنزل المطر ولم ينبت شيء لو شاء الله لنزل المطر ولم ينبت شيئا لأن الله لم يأمر الأرض بالإنبات فهو الذي يأمر الأرض بالإنبات أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محروم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن عن السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا يعني مالحا ما يصلح للشرب ولا للإنبات من الذي جعل الماء خلوا عذبا وجعل بعض الماء ملحا أجاجا الذي فرق بين الماءين هو الله جل وعلا الخالق وأنزل من السماء شوف أنزل الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر ما أحد يستطيع لو اجتمع الناس كلهم أن ينشئوا سحابه أن يجعلوا فيها المطر ما استطاعوا بمهاراتهم وصناعاتهم وكل ما عندهم من المخترعات ما يستطيعون ولذلك تجذب أرضهم تجذب أرضهم ولا يستطيعون أن أن ينشئوا سحابا أو مطرا ويسمون هذا بالجفاف ما يستطيعون هو الذي ينزل الغيب سبحانه وتعالى وهو الذي يجعل هذا الغيب ينبت النبات وأنزل من السماء ماء عن المطر فأخرج به هو الذي أخرج هذا النبات ولو شاء لم يخرج وكم تمطر الأمطار ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بذلك فأخرج به من الثمرات وشوف ما هي ثمرة واحدة ولا نوع واحد بل أنواع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى التربة واحدة والمواحد ولكن النباتات تختلف من الذي جعل هذه النباتات مختلفة مختلفة الطعوم مختلفة الروايح ومختلفة الألوان ومختلفة الأشكال من هو الطبيعة هاش وكلا الله جل وعلا هو الذي هو الذي أوجد هذا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الرزق منه سبحانه وتعالى ولو شاء لعطل هذه الأشياء وانقطع الرزق لو شاء لعطل هذه الأشياء ولم يحصل للعباد رزق هل هذه المعبودات التي تعبدونها أيها المشركون هل هذه المعبودات التي يعبدها المشركون هل هي أوجدت شيئا من هذه الأشياء إن كان هذا فتكلموا يقولون نعم أوجدت ما قالوا هذا ما أحد من المشركين من أول المشركين إلى آخرهم ما أحد ادعى أن هذه المعبودات فعلت هذه الأفعال لأنه ما يستطيع يقول هذا تكذبه الحقائق ما يستطيع أن يقول هذه المعبودات خلقت هذه المعبودات أنزلت الماء هذه المخلوقات أنبتت النبات هذه المعبودات ما يستطيع هذه حجة قاطعة قاطعة مفهمة للمشركين ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء هذه النتيجة من الأدلة هذه نتيجة الأدلة والبراهين فلا تجعلوا إذا كان الأمر كذلك وأن الله هو الذي يفعل هذه الأفعال وحده لا شريك له فلا تجعلوا له أندادا شركاء من المخلوقين الذين لم يفعلوا شيئا من هذه الأفعال باعترافكم وإقراركم أنتم تعترفون أنها عاجزة وأنها لا تقدر أن تخلق شيئا فكيف تعبدون إن قطعت حجته ولم يبق لهم عذر البرهان بين والأدلة واضحة على بطلان الشرك في القرآن الكريم لا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء تدعونهم وتذبحون لهم وتنذرون لهم وتتقربون إليهم بالعبادة وهي مخلوقات مثلكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين كيف الإنسان يعبد مخلوقا مثله بل يعبد مخلوقا أقل منه يعبد الحجر والشجر وهذا أقل من الإنسان يا سبحان الله بل إنه يصنع الصنم يصنع الصنم هو بيده ثم يعبده من دونه وهو هو الذي صنعه تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون تصنعونه بعدين تعبدونه وين العقول وين الأفكار سبحان الله ما فيها ما فيها فكار الميت تجيبونه ميت على النعش ما ما في حركة وتدفنونه تحت التراب وبعدين تبنون عليه قبة ولا مسجد وتحجون له وتزورونه وترفعون يديكم أمامه أمام القبر يا فلان أغثنا يا فلان أعطنا كذا وكذا وهو ميت أنتم أحيا أقدر منه الحي أقدر من الميت أنتم أقدر من هؤلاء الأموت فكيف أين ذهبت العقول أين ذهبت الأفكار يا سبحان الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تعلمون أن هذه الأنداد لم تفعل شيئا من هذه الأشياء لم تجعل الأرض لم تخلق خلقا لم تجعل الأرض فراشا لم تجعل السماء بناء لم تنزل المطر لم تنبت النبات فكيف تعبدون من دون الله عز وجل أين عقولكم تزعمون أنكم عقل وأنكم مفكرون وأنكم ومع هذا تنتكسون هذا الانتكاس ولكن من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن من أعرض عن الحق ولم يقبل الأدلة فإنه يبتلى بالباطل ويرجع أسفل سافلين ويكون أحط من البهائم البهائم تعرف مصالحها وهذا الإنسان المشرك لا يعرف مصالحها فهو أحط من البهائم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا نسأل الله العافية هذا ويأتي باقي الكلام إن شاء الله على بقية الآيات في الدرس الآتي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه وأن لا يجعلهم التبسا علينا فنظل لأن ما كل من عرف الحق يعمل به قد يعرف الإنسان الحق ولكنه لا يعمل به إن شاء الله العافية وقد يعرف الباطل لكنه لا يتركه هذه المصيبة إنسان يصاب يصبح لا يعرف حقا ولا ينكر منكرا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وينزل عن درجة الإنسانية إلى أحط من درجة البهيمية أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يعني يسمعون سماع قبول سماع سماع فكر وتفكير وإلا هم يسمعون الأصوات يسمعون الأصوات لكن لا يفهمون ولا يفقهون ولا يتدبرون هذه المصيبة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون يعني سماع فهم سماع تدبر وسماع قبول وإلا هم يسمعون الأصوات يسمعون القرآن أو يقرؤون هم القرآن لكنهم لا ينتفعون به مصروفة عقولهم ومصروفة أفهامهم ومتبلدة أفكارهم فلا ينتفعون بالقرآن أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظلوا سبيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ كثر السؤال من الإخوة عن خروجه من معتكفه فبعضهم يخرج لسيارته لتغيير ملابسه وبعضهم يخرج مرتين للفطور والصحور والبعض من أجل الهاتف للإطمئنان على أهله والبعض الآخر لحجز التذكرة وبعضهم للاغتسال وغير ذلك من الضرورات فهل هذا يؤثر في اعتكافهم أفيدون جزاكم الله خيرا نعم الخروج الكثير والخروج الغير حاجة هذا يؤثر على الاعتكام لأن معنى الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد فإذا تكرر خروجه قل قل جلوسه في المسجد إنما يخرج لما لابد له منه لما لابد له منه كقضاء الحاجة يخرج لدورة المياه لقضاء الحاجة يخرج للوضو يخرج لإحضار الطعام الذي لا أحد يحضره له لأنه ضرورة وهذا لا يؤثر على اعتكافه إذا خرج لحاجة لا بد له منها هذا لا يضر اعتكافه أما إذا خرج لحاجة له بد منها فهي بلازمة فهذا يؤثر على اعتكافه هذه هي القاعدة في الاعتكاف نعم أحسن الله إليكم يقول السائل في كثير من بلدان المسلمين اليوم يقام احتفال عند ضريح الولي وتقدم فيه أشهى المأكلات ويلزم بعض الناس بتقديم قرابين ومن لم يقدم يهددونه بغضب الولي ما حكم هذا العمل وهل يجوز حضوره هذا العمل شرك ظاهر والعياذ بالله هذا شرك الحضور عند قبر الولي لأجل التقرب إليه والاستغاثة به والذبح له والنذر له واعتقاد أنه يضر من لم يحضر هذا شرك أكبر يخرج من الملة فالواجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إلى الصواق ولا يقلد الناس على الباطل ولو هددوه بأنها تضره إنها لا تضره الضرر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى من قبل المشركون هددوا هددوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام فقالوا له إن نقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فلم يضره أعلن هذا الإعلان أمام أمة عاتية وهي عاد العاتية وهو رجل واحد أعلن هذا الإعلان ولم يضره فالمسلم يعلن البراءة من هذه الأشياء وأنه متوكل على الله جل وعلا ولن يضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل ادعوا شركاءكم يقول الله له أن يقول للمشركين قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهكذا الأنبياء والصالحون والمتقون لا يبالون بهذه هذه القبور وهذه المعتقدات الباطلة بل يتبرؤون منها ويصرحون بعداوتها ولا ضرهم ولله الحمد بل جادهم قوة وإيمانا بل إن المشركين لما هددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أحد وهددوا المسلمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اللجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه ولم يضرهم شيء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فالمسلم يتوكل على الله ولا يلتفت لهذه الأمور ولا يحضرها إلا على وجه الإنكار إذا كان يحضر لأجل أن ينكر وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أما أن يحضر ويسكت هذا لا يجوز وأشد من ذلك إذا أكل من طعامهم وذبائحهم يعني هذه شرك الذبائح هذه حرام شرك ذبائح مشركين حرام لا يجوز أكلها مما أهل بها لغير الله والله جل وعلا ذكر من الذبائح المحرمة ما أهل به لغير الله وهذه مذبوحة للقبور فهي مما أهل به لغير الله عز وجل نعم وهل الطواف بقبور الأولياء والجلوس عندهم هو من التوحيد وما حكم قراءة القرآن وما حكم قراءة القرآن وهل 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 الطواف بقبور الأولياء والجلوس عندهم هو من التوحيد وما حكم قراءة القرآن والدعاء عند القبور لأجل أن يخفف عنهم ذلك أو بنية الأجر لهم أما الطواف بالقبور فهذا ممنوع الطواف بالقبور ممنوع مطلقة لا يطاف بشيء على وجه الأرض إلا بالكعبة فقط لا يطاف على أي شيء على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة التي هي بيت الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق وغير ذلك لا يطاف على شيء على وجه الأرض طواف عبادة لا القبور ولا المقامات ولا ولا لا يطاف على أي شيء على وجه الأرض إلا بهذا البيت البيت العتيق بيت الله عز وجل والطواف به ما هو عبادة للبيت عبادة لله جل وعلا عبادة لله حول بيته العتيق في مسجده وبيته فهو عبادة لله أما من طاف على القبر فإن كان يرى أن هذا عبادة لله هو لا يقصد القبر وإنما يطوف بزعمه تقرباً إلى الله فهذا بدعة هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك مثل الدعاء عند القبر لا يجوز الدعاء عند القبر لأنه وسيلة إلى الشرك لا تجوز الصلاة عند القبر وإن كان المصلي يصلي لله وإن كان الداعي يدعو الله لا يجوز ذلك عند القبور لأنه وسيلة إلى الشرك وهو بدعة أما إن كان يقصد بالطواف التقرب إلى القبر فهذا شرك أكبر إذا كان يقصد بالطواف التقرب إلى القبر وإلى الميت فهذا شرك أكبر يخرج من الملة لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل ينبغي أن يعرف هذا وأما القراءة عند القبر فهي بدعة ماهي مشروعة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما ورد أنهم يجلسون عند القبر ويقرأون عنده القرآن ولكن إذا زاروا القبور يسلمون عليها ويدعون لها وينصرفون يسلم على الميت أو على القبور السلام عليكم أيها السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين سلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور فإنه يدعو يسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين مننا ومنكم والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم هذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله إذا زار القبور أو مر بها ولم يكن يقرأ القرآن عند القبور ولا على القبور ولا على الجنائز هذه بدع محدثات ما أنزل الله بها من سلطان أما الجلوس عند القبر الجلوس عند القبر مدة طويلة فهذا اعتكاف هذا من الاعتكاف عند القبور مثل الذين يعتكفون على الأصنام مثل الذين مروا مع موسى عليه السلام على قوم يعكفون على أصنام اللغ يعني يجلسون عندها رجاء بركتها ورجاء نفعها الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الاعتكاف عبادة لله ولا يكون إلا في المساجد لا يكون الاعتكاف عند القبور نعم يقول ومن ذهب إلى أهل القبور وطلب منهم الدعاء والشفاعة فهل هذا صحيح؟ الميت لا يطلب منه شيء يا أخوان الميت ميت الميت يدعى له ما هو يدعى مع الله؟ يدعى له لأنه بحاجة إلى الدعاء يستغفر له يترحم عليه ولا يطلب منه أن تطلب منه أنه يدعو لك هو ما يستطيع يدعو لنفسه ميت ما يستطيع يدعو لنفسه انتهى عمله قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم هذا عام كل بني آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أشياء خلفها ونظمها قبل أن يموت من أعمال الخير فيتجري عليه أما أنه في القبر يدعو لنفسه أو يدعو للزائر أو هذا أمر انتهى الميت مات وانقطع عمله وهو بحاجة إلى أن يدعى له وأن يستغفر له ترحم عليه ويتصدق عنه ما هو بأنه هو الذي يدعى أو يطلب منه الدعا سبحان الله انتكست العقول إلى هذا الحد نعم يقول السائل هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم نعم يجوز الحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته سبحانه ويقول الحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول علم أصحابه إذا نزلوا منزلا أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة كلمات الله هي القرآن الكلمات القدرية والكلمات القرآنية فإذا كان يستعاذ بكلمات الله لأنها صفة من صفاته فإنه يقسم بها ويحلف بها نعم يقول السائل هل أعمال الكفار يوم القيامة توزن كما توزن أعمال المؤمنين أم الميزان خاص بالمؤمنين فقط الميزان لمن له حسنات وسيئات وهم المؤمنون المؤمنون الذين لهم حسنات وسيئات هم الذين يوزن عملهم أما الكافر فليس له حسنات ليس له حسنات ولهذا يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يخسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما لهم شيء يوزن كل أعمالهم والعياذ بالله كفر وكلها سيئات نعم يقول السائل نحن مجموعة من الشباب اتفقنا على جمع أهالي قريتنا في صالة أفراح ثاني أيام العيد مقابل مبلغ رمزي مئتين ريال من كل فرد صلة للأرحام وتعميقا للتعارف ودعوة لأهالي القرية إلى الله عز وجل ورتبنا لذلك برنامجا يحتوي على كلمة لأحد طلبة العلم ومسابقات وجوائز ومقابلات فما رأيكم فيما اتفقنا عليه بينوا لنا جزاكم الله خيرا هذا عمل طيب لا باس به لكن تغتيبه في مكان معين أو في يوم معين هذا هو المحذور فلو جعلته في أيام مختلفة ما يعين منه بيوم العيد أو ثاني يوم العيد تجعلونه في أي يوم من الأيام يصلح ويتلاءم مع حضور الناس ما يخصص بيوم معين وكذلك لا يخصص في مكان معين لو يكون في المسجد في أحد المساجد الكبار أو يوم في المسجد الفلاني والمرهة الثانية في المسجد الآخر وهكذا هذا طيب المهم لا تخصون في زمان أو في مكان بل غيروا الزمان وغيروا المكان واستمروا على هذا العمل الذي فيه وعظ وتذكير ودعوة إلى الله عز وجل هذا خير نعم يقول السائل ما رأيكم في أكل الأجبان الموجودة في الأسواق حيث إننا نجهل نجهل كون الحيوان مذكة ذكاة شرعية وجزاكم الله خيرا الأصل في الأطعمة الحل الأصل في الأطعمة الحل من الأجبان وغيرها إلا ما دل إلا ما علم إلا ما علم أنه يشتمل على شيء محام ما دام لم نعلم فالأصل الحل الصحابة رضي الله عنهم دخلوا بلاد فارس وأكلوا من الأجبان ولم يسألوا ولم يسألوا عنها فالأصل في هذا الحل إلا ما علمت أنه يشتمل على تركيب محرم نعم يقول السائل أعاني من وساوس قهرية وأنطق أحيانا بكلمات كفر وشرك وكذلك أفعل أحيانا أفعال كفر وشرك السؤال مع هذه الأفعال الكفرية والشركية وكذلك الكلمات هل أنا مسلم برغم كل هذا وتكراره أم أحتاج في كل مرة النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام من جديد عليك بترك هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها والاستعاذ بالله من الشيطان والاكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ولا تنعزل عن إخوانك ولا تنعزل عن أهل الخير اجلس جالس أهل الخير لا تنفرد صلت عليك الشيطان قلك مع أهل الخير ومجالس الخير مع أخوانك الطيبين وسيزول عنك هذا العمل ولا تتكلم بكلام محرم أو تفعل فعلا محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفيا لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنه سوى ما لم تتكلم أو تعمل اترك العمل هذا تب إلى الله عز وجل مما حصل ولا تعود لمثله لا تنطق به ولا تفعل شيء ومثل ما ذكرنا لك أكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن حضور مجالس العلم وأهل الخير ويزول عنك هذا المحذور وحافظ على الصلاة مع الجماعة في المساجد ويزول عنك بيئذن الله هذا الشيء نعم يقول السائل هل للمعتمر قواف وداع ليس عليه قواف وداع واجب قواف الوداع إنما يجب على الحجاج هو من واجب ترجمة نانسي قنقر